تفاعلات الألكاينات سنناغش في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية أربع عنواع من تفاعلات الألكاينات النوع الأول أي تفاعلات الإضافة الإلكتروفيلية وسنناغش فيها نوعين تتفاعل الألكاينات مع حاليدات الحيدروجين والتي يرمز لها بـ HX مثل كلوريد الحيدروجين أو بروميد الحيدروجين ويكون الناتج من النوع جيمينال دايحالايت حيث يضاف جزئين من حاليد الحيدروجين إلى الرابط الثلاثي في الألكاين فترتبط ذرتين الحيدروجين بذرة الكربون الأولى وترتبط ذرتين الحالوجين بذرة الكربون الثانية ويعرف هذا الوضع أي ارتباط ذرتين الحالوجين بنفس ذرة الكربون جيمينال دايحالايت نلاحظ في المثال تفاعل الإيثاين أو الأسيتايلين مع اثنين جزئين من البروم فينتج تترابروم الإيثان النوع الثاني من تفاعلات الألكاينات اثنين أي تفاعل اختزال الألكاينات بإضافة الحيدروجين ويسمى هذا التفاعل حيث يتفاعل الألكاين مع غاز الحيدروجين في وجود مثل كتاليست مثل النيكل أو البلاديوم أو البلاتينيوم فيتحول الألكاين إلى الكان كما في المثال التالي يتفاعل اثنين بنتين مع الحيدروجين في وجود البلاتينيوم كعامل مساعد فينتج بنتين أي يتحول unsaturated hydrocarbon إلى saturated hydrocarbon ترجمة نانسي قنقر